اشتركوا في القناة من القطاع الخاص الأردني نشأت في مدينة الملك عبدالله الصناعية سنة 1990 هي تعنا بشؤون المستثمرين في قطاع الصناعة في الأردن نحن نعتبر أكبر جمعية صناعية داخل أردن نعتبر حالنا أنه أذرع غرفة الصناعة التي تعمل داخل المحافظات بجوز نحن نركز أكثر على خصوصية منطقتنا باعتبر أنه لدينا أكبر تجمع صناعي فنعتبر حالنا حلقة الوصل ما بين الدوائر الحكومية المختلفة في الأردن وما بين المستثمرين الأردنيين لتذليل عقباتهم وتسهيل مهمة الاستثمار داخل الأردن أهم أهدافكم ودوركم الرئيسي نحن دورنا الرئيسي منحصر في حلقة الوصل وتذليل العقبات لأنه في النهاية المستثمر الأردني يعني بعاني من مشاكل كتيرة فعلى الأقل يكون عنده مخرج اللي يقدر أثرو هذا الحكي أنه نقدر إحنا نسهل على المستثمر عملية الاستثمار في هذه البيئة الصعبة إحنا شو المشاكل خلينا نحكي هنا عن المشاكل والتحديات السؤال بتواجهكم أو بتواجه المستثمر الأردني الظرف الحالي يعني إحنا خلينا نقول في الأردن الحمد لله رب العالمين ربنا يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار بالتأكيد هذه ميزة كانت كبيرة للاقتصاد والأردن يكوننا نتمنى أنه نستفيد منها بضريقة أفضل من هيك لأنه بالتأكيد يعني إحنا شفنا المنطقة اللي حولينا واللي صار فيها فكان يعني فيه فرصة كبيرة للبلد أنها تستفيد من هذا الحكي بالأمانة إحنا استفادتنا منها كانت كتير محصورة ولم تكن على المستوى اللي كنا نتأمل منه أنا رأيي مثل يعني خلينا نحكي إحنا لازال في عنا ضعف كبير في التشريعات الحكومية الجاذبة لاستثمار تعدد المرجعيات الاستثمار في القطاع الحكومي مش قادر الدولة لغاية الآن يعني مش معقول إحنا اليوم صار لنا يعني بجوز ما بدي أعطي رقم مزدقيق بس أنا على الأقل فيه سنتين ثلاثة بسمع في قانون الاستثمار لغاية الألمير النور يعني ما بعرف طلعت مسودة للقانون طلعت مسودة ورجع انتسف كله رح يبلش من أول وجديد ما ضعف يعني دي بأثر هذا الموضوع على جذب استثمارات مش بس على المستثمر الأردني أيضا استثمارات خارجية له أثر سلبي جدا على المستثمر لأنه أنا لما بدي أجي أستثمر بدي أشوف شو البيئة بدأ أستثمر فيها إذا ما فيش قانون واضح لغاية اليوم وآلية واضحة لعملية الاستثمار جوه البلد أعتقد هذه مشكلة كبيرة يعني برأيك أن الأردن هو يعني مش جو جاذب للاستثمارات الأردن عنده المؤهلات ليكون جو جاذب للاستثمار بس للأسف إحنا مش قادرين نشتغل على حال نصح حتى نقدر نخلي هذا البلد يعني أنا طب قد يش ممكن أنتوا تأسروا كجمعية قد يش ممكن يكون لكم قرار قد يش ممكن يكون لكم تأثير وتغيير إحنا للأمانة بنشتغل بكل ما قوتينا من قوة لتوصيل وجهة نظر الصناعيين ومشاكلهم يعني للأمانة القطاع الصناعي هو بشكل أكبر بيئة جاذبة الاستثمار في الأردن وأكبر مشغل للأيد العاملة في الأردن مفروض دائما القطاع الصناعي يكون له نظرة خاصة في التعامل لأنه بالنهاية هو مشغل للأيد العاملة داخل البلد نعم فإحنا دائما بنقول لازم القطاع الصناعي يكون له ميزات عشان الشخص يجي يستثمر في القطاع الصناعي استثمار في الصناع مكلف مش استثمار بسيط ولا هو استثمار صغير بالنهاية إذا ما كانت فيه بيئة جاذبة للاستثمار ليش الواحد بده يستثمر في الأردن يعني هذا سؤال بده يسأله أي واحد جاي إحنا كمواطنين ولاد البلد هذا واجبنا إحنا نعيش فيه عايشين هون بده نستثمر ولكن ما في بلد تنمو ولا تستهر إلا إذا كان فيها استثمار خارجي الاستثمار الخارجي ما بيجي رأس المال إلا إذا كنت أنت معطيه الحوافز ومعطيه الأدوات اللي عن طريقها بده يجي وبده يستثمر وبده يحقق منفعة من هذا الحكيم دائما عم بيصير نفس الحكيم أنتم ممكن نشوف خطوة إيجابية وبين مين رح تكون يعني ليش ما يكون تتحد كل القوى مع بعض يعني إحنا بالنهاية ما بتشتغلي مع مؤسس تجاه الاستثمار إحنا طبعا يعني دائما في لقاءات ودائما نطرح وجهات النظر ولكن فيه 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 عندنا مشاكل يعني أنا قانون استثمار يعود تلت أربع سنين ليطلع مش منطق يعني شو الدولة اللي بدي تخلي يعني يعني وجهة نظري المستثمر لما يجي يطلع ويجي يطلع ويجي القانون طب أنا شو الحوافز بدي أخدها يعني أنا بدي أجي أستثمر بدي أعرف إنه واحد تنين ثلاثة أربع هادي حقوقي وهي واجباتي إذا ما كنت معطي لا الحقوق ولا الواجبات أنا كيف بدي أستثمر فيه إنه مشكلة كبيرة اليوم بتواجه المستثمر الأردني ضعف الليكوديتي في السوق الكاش يعني خلينا نحكي يعني خلينا دائما أنا بحكي جملة إحنا هم مش نرتب بيتنا الداخل قبل ما نطلب من بره يجو يستثمر وأنا كمستثمر محلي إذا أنا مش مرتاح مش رح أقدر يعني يعني ما عم بيلاقي تسهيلات من البنوك طبعا طبعا أنا لما أكون كمستثمر أردني مش مرتاح ومش قادر أقوم بواجب العمل تبعي كما يجب لما بجيني مستثمر بده يجي يستثمر بالبلد إذا شافني أنا مش في الوضع اللي أنا قادر تبروموت الأردن يعني أنا قادر أعطيها قادر حكي كيف أنا بدي أقدر أنا أقنعه إنه يستثمر إذا أنا عندي مشاكل داخلية يعني اليوم شو سبب النقص الكاش واللكوليتي ما عند أولا فيه إحجام من البنوك على الإقراض نتيجة الظروف اللي بتمر فيها المنطقة وفيه مشكلة خطيرة الحكومة سبب فيها الحكومة سحبت سولة السوق كله نعم يعني اليوم الحكومة عم هذا إشي معلن ومسر عم تستدين قاعدة من البنوك الأردنية نعم وعم تدفع فوائد وبتدفع أرقام مش قليلة عشان تقدر تعمل ديمومة لاستمر العمل للحكومة لأنها عندها مشكلة نتيجة ضعف العملة الصعبة عندها وفاتورة الطاقة اللي عم تدفعها وكل هذه الأمور الدولة مضطرة صارت تستديها من البنوك الأردنية البنك لما بيجي بيلاقي الحكومة عمالها بتاخد المصاري أضمن له من ما يقرضها القطاع الخاص نعم فهذه عملة مشكلة سيولة كبيرة في السوق اليوم البنوك الأردنية يعني أنا أتحدى إذا واحد بده قرض بده لفله على عشر بنوك عشان يقدر ياخد منه لغيات الاستثمار لغيات الاستثمار توفير سيولة في السوق نعم يعني إحنا اليوم عندنا فرصة ذهبية إجت يعني إحنا بالنسبة إنه ما يحدث في سوريا إحنا إشي أكيد حزنين عليه وطول عمرنا ما بنسعى إليه ولكن إحنا في النهاية لما الظرف اللي صار في سوريا أقرب بلد سوريا كان مفروض يصير إقبال كبير من المستثمرين السوريين لأنه إحنا امتداد جغرافي إلهم سهولة الوصول وما صار هذا الإشي يعني؟ صار بس بإشي ضيق أنا بقارن في دبي أنا عم بسمع رغم كل أزمات المرت فيها دبي كم الاستثمار السوري والمصري بالأحداث اللي صارت في دبي مرعب أرقام كبيرة بلد مهيئة كانت جاهزة قوينها الاستثمارية واضحة بنوكها جاهزة سيولة عالية دبي اليوم يعني انتهت أزمتها المالية أنا اللي شايفه رجعت دبي زي ما كانت قبل عشر سنين مرة تانية لأنه فيه قانون لأنه إحنا بحاجة لقانون بحاجة إلى قانون بحاجة إلى نظام واضح بحاجة إلى سياسة واضحة تتبنىها الحكومات المتعاقبة أنا ما بقدر كل حكومة تيجي بدأت تحط سياسة مختلفة عن اللي قبلها نعم إحنا عندنا ماشاء الله الحكومات بتغيروا كتير فإذا يعني بدنا ننضلنا كل سنة تتجي حكومة جديدة بدأت تحط قانون جديد وسياسة جديدة نعم ما في بلد تمشي بهذه الطريقة نعم إنت لم ين بتوجه رسالة أنا رسالتي أكيد لصنع القرار إنه إحنا يجب يكون في عنا من هم صنع القرار في هم الحكومة لازم يكون في عنا إحنا استراتيجية وطنية لاستثمار تتبنىها حكومة وتكون مدتها محددة بفترة زمنية وكل الوزراء اللي بيجوا سواء على كل الوزراء المختلفة العلاقة بالاستثمار وكل الوزراء المتعاقبة اللي بتجي تتبنىها تكون واضحة المعالم يكون في تارجتنا نوصل له بعد فترة معينة أما إحنا كل سنة سنتين بنا نشوف قانون جديد ونظام جديد وطريقة جديدة لاستثمار هذا إشي أكيد عمره ما رح يوصلنا لنوصل لنقطة نلاقي فيها بلدنا في وضع استثمار مريح سؤال أخير وسريع يعني بدي إجابته بعد إذنك عم نتحدث بهالأيام احتمالية أن يكون فيه قرار رفع أسعار المشتقات النفطية هل سيكون له تأثير على الاستثمارات ولا أي حد إحنا معلوماتنا فيه تحرير بالنسبة ومش رفع يعني إحنا بالنسبة وتحرير للأمانة هذا موضوع يطول الشريح فيه وأكيد يعني مش نقدر نغطيه بدقائق متعددة ولكنه بالتأكيد له أثى سلبي على الاستثمار بالتأكيد رفع الفاتورة الكهرباء على الصناعة أو على المواطن العادي بكله هذا بدون عكس على رفع أسعار في كل شي قرار صعب ولكن بالأمانة برضو إحنا يعني القرار متشعب والنقاش فيه بد يكون له أبعاد أخرى موجودة فيها الحكومة ولكن بالتأكيد بالتأكيد له أثر سلبي على الاستثمار والاقتصاد نحن نشكرك المهندس محمد صغير رئيس جمعية المستثماري الأردنية على هذا اللقاء شكرا جزيلا لك شكرا وبهذا عزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم غدا في الاقتصاد اليوم في نفس الموعد دمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة